اشتركوا في القناة وعلى غرار الكثير من المتابعين والمختصين تفاجأ المدارب بيتكوفيتش من المستوى المتواضع لمباراة ملودية الجزائر وشباب الوزداد وخاصة لبعض اللاعبين الذين جاء لمعاينتهم وعلى رأسهم يوسف بليلي الذي يبدو أنه أبعد نفسه عن العودة للمتخم نهائيا بعدما قدم مستوى هزيلا حيث عجز عن التسديل نحو المرمى بشكل دقيق ولو لمرة واحدة طوال التسعين دقيقة كما اكتفى بمروغة ناجحة واحدة فقط وهي الأرقام التي لن تكون كافية بالنسبة له للحصول على ثقة بيتكوفيتش نفس الأمر بالنسبة لزملائهن عيجي وعبداللوي وغازالة وأكدت مصادر إعلامية اليوم أن بيتكوفيتش اقتنع بلاعبين فقط بمثابة هدية منحهم النهائي لمدرب الخضر وهما المدافع كداد مسجل هدف الفوز وكذل حارس أليكسيس جندوز الذي قدم مستوى جيدا وأكد لبيتكوفيتش أنه استحق فرصة مع منتخب الجزائر خاصة أن مندرية عاجز عن تقديم أداء مستقر منذ حصوله على المركز الأساسي خلفا لرئيس وهب بلحي ما رأيكم في ذلك؟ هل هناك لعبين محليين يستحقون اللعب في المنتخب الوطني؟ شاركونا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة